للأسف الشديدة الأخبار اللي موجودة على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي ما تصرش اللهم إلا المحاكمة في قدام محكمة العدل الدولية والحقيقة ده يخليك تقعد بتنظر للمحاكمة دي يمكن بأكتر من زاوية زاوية منها هي الحقيقة الدورة العظيم اللي لعبته جنوب إفريقيا في هذه المحاكمة الوفد جنوب الإفريقي اللي كان مفوه إلى أبعد الحدود واضح إلى أبعد الحدود to the point زي ما بيقولك كده أنه هو داخل على قلب الموضوع بمنتهى الوضوح نقاط مركزة مرتبة إلى آخره لكن من زاوية تانية هي كذب بواح من قبل إسرائيل إسرائيل بتجذب وكأنها تتنفس يعني كيان يتنفس الكذب دولة بالأساس قمت على الكذب أنا مش عايز حد يستغرب الكذب الإسرائيلي يعني ما تستغربوش إذا كان الكيان نفسه قام على كذبة كذبة بتاعت إنه إحنا شعب الله المختار كذبة هتيك تقولي بس أبناء يعقوب هم شعب الله المختار هقولك وهو كل يهود العالم شعب الله المختار يعني أنت عايز تقولي الناس اللي جات من شرق أوروبا دول هم بنوا إسرائيل الأصليين يا راجل يا طيب طب ما تيجوا نرجع لأبحاث ونعمل DNA ونشوف أبحاث أنتروبولوجية إلى آخره هتكتشف إنه هم شوية كذبين طب سبنا من ده قالك الأرض دي بتاعتنا وإحنا لازم نرجع لها ولازم نستوطنها وبعدين لما ييجي ويرجع لها يبدأ يقتل الناس ويقولك أصلهم ما باعوا أراضيهم كذب يقولك أصلهم ما اللي تغولوا علينا كذب وهكذا يعني استمر الكذب بتاع الكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية بشكل مستمر ودون هوادة ودون انقطاع حتى اللحظة أنا هفكرك بالكذب الإسرائيلي في بداية عملية الطفان الأقصى في سبعة أكتوبر سنة عشرين تلاتة وعشرين لما قعدوا يحاولوا يغرأوا العالم بصور لأطفال مقطوع الرأس وقال لك أصل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس هي اللي عملت كده ثم ثابتة إن هم كذبين بعد ما هم روجوها بشكل رسمي خد بالك بشكل رسمي قدام العالم يعني هذا الكيان رسميا حكومة كذبة رسمي بالختم كذبين يطلع المناديد بتوعهم في كل حتة في العالم ويطلع بعثاتهم من ديبروماسيات في كل حتة في العالم ويشيلوا الصور بتاعها في الأطفال مقطوع الرأس انظروا ماذا فعلت حماس وماذا فعلت المقاومة في الأطفال الغلابة المساكين طلع عندهم مفيش حاجة وطلعوا كذبين بس السؤال هل العالم تعامل معهم بوصفهم كذبين وبالتالي منحزش لصالحهم للأسف فضل العالم منحز لصالحهم إلى إنه مصر رجحت فيما سعيها الحقيقة لكشف كل هذه الأكذيب ولتغيير وجهات نظر بعض الدول وللتوافق مع بعض الدول الأخرى على وجهات النظر المصرية والعربية إلى آخره مصر لعب الدور عظيم عظيم مش هسميه دور داعم للقضية وإنما دور رئيسي في هذه القضية بل هو الدور الأقوى في هذه القضية جنبا إلى جنب مع أصحابها وهم الشعب الفلسطيني يعني على سبيل المثال أنا أقدر أفكرك أنه من اللحظة الأولى مصر كانت وافتكر كويس صورة فخامة الرئيس وهو يقف في غرفة العمليات يتابع الموقف يوم سبعة أكتوبر يوم إطلاق عملية طفان الأقصى يتابع الموقف ثم كان الرد الرسمي المصري ثم كان إرسال المساعدات المصرية لتقف على معبرنا من جهتنا في رفح تحاول الدخول وتطلب الدخول لكن إسرائيل للأسف الشديد هي اللي مرعت هذه المساعدات الإنسانية من اللحظة الأولى أنها تمر وكنا بنناشد العالم كل يوم عشان تشوف هنا الإسرائيليين كذبين إلى أي مدى إحنا كل يوم كنا بنناشد العالم بنناشده رسميا عن طريق الرئيس بنفسه بنناشده عن طريق وزير الخارجية بنفسه بنناشده عن طريق الإعلام والصحافة المصرية طول الوقت على مدار تقريبا الأربعة وعشرين ساعة دون أي مبالغة لن تجد شاشة واحدة مصرية كانت تخلو من مناشدة العالم بضرورة فتح المعبر من الجانب الصهيوني حتى تنفذ المساعدات المصرية لأهلنا الفلسطينيين تشوف هنا البجاحة الإسرائيلي ده مصر اللي معطل المساعدات هو أنا هعطلها من عندك إزاي تبقى لاتفاقية المعابر 2005 وتبقى لتنسيقات 2019 إسرائيل هي اللي متحكمة في المعبر من الجانب الفلسطيني للأسف الشديد عشان بعد كده يطلع لنا ديفيد كاميرون ويقولك مين قال إن غزة تحت الاحتلال طب لما هو غزة مش تحت الاحتلال إسرائيل بتتحكم في المعبر اللي في غزة ليه شوية كلام فارغ المهم فتيجي إسرائيل هي اللي توقف عبور الشاحنات المصرية اللي وصلت في الدوة بس أكتر من سبع تلاف طن أدوية عارف يعني إيه سبع تلاف طن يعني سبع مليون كيلو جرام أدوية لك أن تتخيل سلسلة الشاحنات اللي دخلت بالدوة بس ده غير الأكل والشرب والمية والوقود إلى آخره كل ده شيء والجهد والمعركة المصرية العظيمة اللي كانت مصر الحقيقة بتقودها أمام العالم كل العالم كان واقف في وشنا كل العالم في اللحظة بتاعت سبع أكتوبر دي كل العالم كان واقف في وش الفلسطينيين ولما مصر قالت كلمتها في نفس دات اليوم العالم واقف في وشنا مصر تصدت بمنتهى الحزم والحسم والقوة والجسارة والشجاعة علشان توضح وجهة النظر زي ما هي طبقا للواقع مش لدعم القضية مسألة بالنسبة لنا أكبر بكتير القضية قضية الصراع العربي الصهيوني هي بمنطقها كده ده اللي احنا بنشوفه أنها قضية صراع عربي صهيوني ما هيش قضية الشعب الفلسطيني فقط لغير هي قضية كل العروبة وبالتالي واجب على كل العرب أن هم ينصروا أشققهم الفلسطينيين مصر تصدت ووقفت في الطليعة ومصر هي اللي رأيسها ربنا يعني حقيقي حقيقي يجزي كل خير عن اللي اتعمل هي اللي رأيسها كان بيتلقى المكالمات هي اللي رأيسها كان بيستقبل زعماء وقادة العالم هي اللي رأيسها كان طول الوقت يفاوض لأجل تمرير هذه المساعدات هي اللي خارجيتها وديبلوماسيتها عملت كده هي اللي مجلس نوابها في جلستين تاريخيتين عمل كده وكذلك مجلس يوخها وكذلك المواطنين المصريين 105 مليون مواطن نزل منهم عشرات الملايين في الميادين يطالبوا واحد برفض التهجير القصري الفلسطينيين اتنين بضرورة امرار المساعدات المصرية الى الاراضي الفلسطينية تلاتة الرفض الكامل لتصفيت القضية وتيجي اسرائيل تقرر انها تشيع عننا مجموعة من الاكاذيب والشائعات بدأت بانه اصل مصر هي اللي منع المساعدات منعينها ازاي زي كنتان اللي بجمعها من المصريين اولا اللي تبرعوا واللي سهموا باكتر من 70% من اجمال المساعدات اللي دخلت لفلسطين يليها بعد كده بقية الدول الدول الشقيقة والدول الاجنبية الى اخره لكن مصر اللي واحدها فوق السبعين ده فوق التمانين في المية لو عاوز الحق ده على سبيل المثال يعني يجي بعد كده الاسرائيليين يقولك اصل مصر هي موافقة على انه اسرائيل تحتل محور في لدالفي اللي هو محور صلاح الدين كذب وما حصلش ومصر قلت لم يحدث ولن يحدث يجي يقولك اصل مصر بتساعد فيه عن طريق انفاء مشتركة ما بين القطاع وما بين الجانب المصري في سينة احنا ما عندناش شبر انفاء في سينة ما عندناش شبر ويمكن عرضنا لحضراتكم قبل كده لما سافرنا لرفح ورناكو خط الحدود بتاعنا عامل ازاي ما يعديشنا موسى يجي يقولك اصل مصر موافقة على التهجير مقابل المساعدات المالية مع انه مصر كانت شديدة الوضوح في انه احنا مش عاوزين ولا مليم مقابل تصفية القضية او مقابل تهجير الفلسطينيين لا عندنا ولا عند غيرنا